افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال المحطة الوسيطة الثابتة لنقل المخلفات بحي المطرية وذلك بتكلفة تقدر ب 17 مليون جنيه هذا وأكد شعراوي أن افتتاح المحطة يعد خطوة جديدة في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالقاهرة والتعاون الجيد مع القطاع الخاص بما يخدم مصلحة المواطن مضيفا أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات